حدثنا الحجاج بن محمد وهاشم بن القاسم قال حدثنا ليث يعني ابن سعد قال حدثني بكير يعني ابن عبد الله بن الأشج عن بسري بن سعيد عن زيدي بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة قال بصر ثم اشتكى فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولني ربي بميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا ويذكر الصور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعه يقول قالا إلا رقم في ثوب قال هاشم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قالا إلا رقم في ثوب وكذا قال يونس حدنا أبو معاوية حدثنا حجاج وابن أبي زائدة قال أخبرنا حجاج عن الحسن بن سعد عن أبن عباس قال أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة والعبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عطبة أنه سمع أبن عباس يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيلة حدنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أناس بن مالك عن أبي طلحة قال لما صبح نبي الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم وأرضهم فلما رأوا نبي الله صلى الله عليه وسلم معه الجيش ركضوءا مدبرين فقال نبي الله الله أكبر الله أكبر إن إذا نزلنا بساحة قومين فساء صباح المنذرين حدنا عفان قال حدثنا همام قال قيل لي مطر الوراق وأنا عنده عما كان يأخذ الحسن أنه يتوضأ مما غيرت النار قال أخذه عن أناس وأخذه أناس عن أبي طلحة وأخذه أبو طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن الأغر عن رجل آخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما غيرت النار وقال أبو بكر يعني ابن حفص قال حدثنا الزهري عن ابن أبي طلحة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله فقال وثنى شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حثنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة قال حدث أناس بن مالك عن أبي طلحة قال صبح نبي الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم فلما رأوا نبي الله صلى الله عليه وسلم معه الجيش نكاسوا مدبرين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر خاربت خيبر إنه إذا نزلنا بساحة قومين فساء صباح المنذهرين قال حدثنا يونس قال حدثنا شيبان عن قتادة قوله عز وجل فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذهرين قال حدث أناس بن مالك عن أبي طلحة قال صبح نبي الله صلى الله عليه وسلم خيبر فذكر مثله حدثنا سريج قال حدثنا أبو معشر عن إسحاق بن كعبي بن عجرة عن أبي طلحة الأنصاري قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيبا نفسي يرى في وجهه البشر قال يا رسول الله أصبحت اليوم طيبا نفسي يرى في وجهك البشر قال أجل أتانئات من ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبن عباس عن أبي طلحة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا حجاج عن الحسن بن سعد عن أبن عباس قال أنبأني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة حسنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أناس بن مالك عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا حسنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أناس بن مالك عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قاتل قوما فهزمهم أقام بالعرصة ثلاثا وإنه لما كان يوم بدر أمر بصندد قريش فألقوا في قليب من قلوب بدر خبيث منتئ قالا ثم راح إليهم ورحنا معه ثم قال يا أبا جهل بن هشامين ويا عطبة بن لابعة ويا شيبة بن لابعة ويا وليد بن عطبة هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدتم ما وعدني ربي حقا قال فقال عمر يا رسول الله أتكلم أجسادا لا أروح فيها قال والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم قال قتادة بعثهم الله عز وجل ليسمعوا كلامه توبيخا وصغارا وتقمئة قال في أول الحديث لما فرغ من أهل بدر أقام بالعرصة ثلاثا حثنا يونس حدثنا شيبان وحسين في تفسير شيبان عن قتادة قال وحدثنا آنس بن مالك أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر قال أبو طلحة وكنت في من غشيه النعاس يومئذ فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه حثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال لما صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم وأرضيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم معه الجيش نكاسوا مدبرين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر إن إذا نزلنا بساحة قومين فساء صباح المنذرين حتى نروح حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صندد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبيث وكان إذا ظهر على قومين أقام بالعرصة ثلاث ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحللته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه فقال ما نراه إلا ينطلق ليقضي حاجته حتى قام على شفة الركي فجعل ينضيهم بأسمائهم وأسماء أبائهم يا فلان بن فلاء ويا فلان بن فلاء أيا سركم أنكم أطعتم ألها ورسوله فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمرو عمرو يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أروح لها فقال والذي نفس محمد بيدهما أنتم بأسمع لما أقول منهم قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا وتقمئة وحسرة وندامة قال حدثنا حسين عن شيبان ولم يسنده عن أبي طلحة قال وتقمئة حسنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت قال قدم علينا سليمان مولا للحسن بن علي زمن الحجاح فحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يومين والبشر يرى في وجهه فقلنا إن لنرى البشر في وجهك فقال إنه أتاني ملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أن لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه عشرا حسنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكري بن حفص عن أبن شيهاب عن أبن أبي طلحة عن أبي طلحة قال شعبة وأراه ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما أنضجت النار حسنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبيد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يومين والسرور يرى في وجهه فقال يا رسول الله إن لنرى السرور في وجهك فقال إنه أتاني ملك فقال يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا قال بل حدثنا عفان قال حدثنا حماد حدثنا ثابت قال قدم علينا سليمان مولى الحسن بن علي زمن الحجاج فحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذات يومين والبشر يرى في وجهه فذكره حدثنا عتاب بن زياد حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيدي بن عقبة عن أناسي بن مالك قال كنت أنا وأبي بن كعب وأبو طلحة جلوسا فأكالنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقال لي ما تتوضأ فقلت لهذا الطعام الذي أكالنا فقال أتتوضأ من الطيبات لم يتوضأ من هو خير منك حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب بن ثابت كان يسكن بني سليمين قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال قرأ رجل عند عمر فغير عليه فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير علي قال فاجتمعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فقرأ الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قد أحسنت قال فكأن عمر وجد من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو ان القرآن كله صواب ما لم يجعل عذاب مغفرة او مغفرة عذابا وقال عبد الصمد مرة اخرى ابو ثابت من كتابه حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكيمين قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة قال حدثني ابي قال قال ابو طلحة كنا جلوسا بالافنية فمر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لاكم ولمجالس الصعودات اجتنبوا مجالس الصعودات قال قلنا يا رسول الله ان جلسنا لغير ما بأس نتذاكر ونتحدث قال فاعطوا المجالس حقها قلنا وما حقها قال غض البصر ورد السلام وحسن الكلام حدثنا احمد بن حجاج قال اخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال اخبرنا ليث بن سعد فذكر حديثا قال وحدثني ليث بن سعد قال حدثني يحيى بن سليمي بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع اسماعيل بن بشير مولى بني مغالة يقول سمعت جابر بن عبد الله وابا طلحة بن سهل الانصاريين يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ما من امرئ يخذل امرأ مسلما عند موطئ تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه الا خذله الله عز وجل في موطئ يحب فيه نسرته اما من امرئ ينصر امرئا مسلما في موطئ ينتقص فيه من عرضه وينتهاك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطئ يحب فيه نصرته عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن سعيدي بن يسار عن أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا سورة ترجمة نانسي قنقر